إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَبَرَكَاتُهُ وَأَسْعَدَ اللَّهُ أَوْقَاتَكُمْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَمَسَرَّ معنا اليوم مسألة مهمة سواء للحاج أو لغير الحاج وهي العمرة إلى بيت الله الحرام والمقصود بالعمرة هي قصد بيت الله الحرام لأداء الطواف والسعي والحلق أو التقصير هذه هي العمرة والعمرة تجب على المسلم البالغ العاقل المستطيع في العمر مرة واحدة وهي عمل فاضل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يعني كفارة للسيئات فالله عز وجل يغفر الذنوب التي بين العمرتين والمقصود بهذه الذنوب الذنوب الصغائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة تحتاج إلى توبة مستقلة ما معنى تحتاج إلى توبة مستقلة بمعنى أن هذه الكبيرة التي فعلها هذا الإنسان يجب أن يقلع عنها وأن يندم على فعلها وأن يعزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى وإن كان فيها حق لآدمي يرجع هذا الحق لهذا الآدمي سواء كان حقا ماديا أو معنويا فإن كان ماديا يجب إرجاعه إليه وإن كان معنويا إن لم يتحلل منه فيكثر من الدعاء له والاستغفار له فالعمرة فاضلة ومن فضلها أنها مظنة إجابة الدعاء فالمعتمر يتلبس بهذه العمرة فيطوف بالبيت والطواف مظنة إجابة الدعاء ويسعى بين الصفا والمروى ووقوفه على الصفا والمروى والسعي بينهما مظنة إجابة الدعاء جلوسه في البيت الحرام مظنة إجابة الدعاء فالعمرة مظنة إجابة الدعاء فهو يؤدي عملا فاضلا في مكان فاضل فكيف إذا كان بزمان فاضل العمرة ليس لها وقت محدد كالحج الحج نعلم أن وقته محدد يبتدأ أشهر الحج من ليلة عيد الفطر المبارك إلى ليلة عيد الأضحى إلى فجر يوم عيد الأضحى بمعنى يجوز الإحرام بالحج ما بين هذين الوقتين أما العمرة فلا وقت لها يعني تجوز في كل وقت فأداؤها في وقت فاضل يزيد من فضلها كما ذكر بعض أهل العلم أن من اعتمر في رمضان مثلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر في رمضان كحجة أو في رواية كحجة معي وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى عندما يأتي المعتمر في العمرة بهذا الوقت كذلك ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره الأربع في ذي القعدة فجعل بعض أهل العلم أن العمرة في ذي القعدة فاضلة بحيث يأتي بها المسلم بل أن بعضهم فضلها على العمرة في رمضان والأمر في ذلك واسع وفضل الله لا يحد والمقصود هنا أنه إذا أتي بها في وقت فاضل يزيد فضلها وأجرها أما أعمالها فلها أركان ولها واجبات ولها مستحبات فأركانها النية والطواف والسعي أركانها النية والطواف والسعي النية عند الإحرام عندما يلبس لباس الإحرام يقول لبيك عمره هذه النية يعني بمعنى أنني يا ربي دخلت في هذا النسك نسك العمرة هذه النية بعضها للعلم يجعلها ركن فهي جزء من الأعمال وبعضهم يجعلها الشرط لصحة هذا العمل والجميع يتفق أنه لا بد منها ولا تصح العمرة إلا بها ثم الطواف طواف العمرة سواء كان المتمتعا بها إلى الحج أو العمر في أي مكان والطواف كما هو معلوم يبدأ من الحجر الأسود يتجه إليه الحج ويقول الله أكبر ثم يبدأ الطواف و يأخذ دورة كاملة إلى إلى ما بدأ به من الحجر الأسود ويكون حينئذ أمضى شوطا واحدا له أن يدعو بما شاء في هذا الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السادس أو السادس بمعنى أنه ليس هناك دعاء محدد في كل شوط بل الدعاء مفتوح لكن من المستحب أنه بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود أن يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من المستحب أن يقبل الحجر الأسود في ابتداء طوافه فإن لم يستطع فيلمسه بيده فإن لم يستطع فيشير إليه ويكبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لطيفة يجب أن نقولها وهي أن كثيرين يحرصون على التقبيل ونسأل الله أن يجعل حرصهم خيرا لكن من الخطأ المزاحمة على التقبيل والضرر بإخوانك وأخواتك المسلمين والمسلمات فإن استطعت فحسن فإن لم تستطع فالمسه بيدك فإن لم تستطع فأشر إليه وكبر والحمد لله على التيسير أيضا عند مرورك بالركن اليماني فإن كنت بجواره أن تمسحه بيدك فإن لم تستطع مسحه بيدك فلا تشير إليه ولا تقبله إنما تمسحه فقط وهذا هو المشروع أما ما تعمله فكما ذكرت تدعو بما شاء تدعو لنفسك تدعو لوالديك تدعو لأولادك لزوجك لأسرتك لأقاربك للضعفة للمساكين للمسلمين بعامة لأصحاب المشكلات للمجتمعات المسلمة لحكام المسلمين لعلمائهم لأهل الفضل فيهم لمرضاهم إلى غير ذلك لموتاهم وموتاك تدعو لهم بما شئت فأنت في مقام في مضنة الدعاء فإذا انتهيت في نهاية الشوط السابع يكون انتهى الطواف ولا يتبرع المسلم بزيادة الشوط يقول لفلان والشوط الثاني لفلان والشوط الثالث لفلان تقف عند هذا فالمشروع هي سبعة أشواط من ابتدائك من الحجر الأسود فإذا انتهيت من ذلك تتجي خلف المقام إن استطعت ووجدت مكانا بهدوء فتصلي ركعتين وهذه سنة تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وتقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد وإذا انتهيت تذهب وتشرب من ماء زمزم وتتضلع منه إن أردت والعمر سنة ثم بعد ذلك تذهب إلى السعي متجها إلى الصفاء فإذا قربت من الصفاء تقرأ إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم ترقى إلى الصفاء وتتجه إليه وترفع يديك تدعو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو بما شئت تدعو بما شئت ووجهك متجه إلى القبلة هنا بعض المسلمين بعض المعتمرين يتجه لما يلقى الصفاء إلى الكعبة ويكبر كأنه يشير إلى الحجر الأسود هذا ليس مشروع المشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف ذلك جابر رضي الله عنه في حجته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء فيرقى ثم ينزل إلى الصفاء ويمشي حتى إذا ما وصل العلمين العلم الأول وهو ما أشعر بالنور الأخضر فالرجل هنا يسعى سعيا شديدا إلا إذا كان هناك زحام فلا يؤذي غيره حتى يصل إلى النور الأخضر الآخر فينتهي السعي الشديد ثم يمشي إلى المروة فإذا وصل إلى المروة انتهى الشوط الأول ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفاء ويبتدأ الشوط الثاني وهكذا سبعة أشواط وهكذا سبعة أشواط فإذا انتهى الشوط السابع بالمروة يكون انتهى السعي بقي ملحظ هنا وهو كيف يكون لباسه حال الطواف وحال السعي أما طواف العمرة وطواف الإفاظة فانبغي للرجل أن يضطبع بمعنى أن يكون طرف الرداء على كتفه الأيسر وتحت إبطه الأيمن هذا حال طواف الإفاظة أو طواف العمرة ثم بعد ذلك يغير ويكون على عاتقيه يلبس على عاتقيه في السعي وفي الصلاة وفي غيرها يبقى علي واجب الحلق أو التقصير فإذا انتهى من السعي حلق رأسه والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا قال الله مرحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال الله مرحم المحلقين قالوا والمقصرين قال الله مرحم المحلقين قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين فدعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة والتقصير يجب أن يكون من عموم الرأس لا يأخذ شعرتين من اليمين وشعرتين من اليسار بل يجب أن يكون من عموم الرأس سواء كان بالماكنة أو بالمقص إنما يكون من عموم الرأس هنا انتهت العمرة وحل له كل شيء نختم بأن المعتمر يجب أن يستشعر هذه العمرة ويستشعر أنه في الحرم ويستشعر أنه في منسك عظيم فلا يزاحم الآخرين وأيضا يتنبه لما يبطل عمرته أو يبطل صلاة بعض المعتمرين يلبس الإزار لكن يكون أسفل من السرة فتخرج عورته وبخاصة إذا وافق وقت صلاة وستر العورة هنا واجب ستر العورة في الطواف واجب وكذا في الصلاة عليه أن ينشغل بعمرته بالدعاء بالاستغفار وإن قرأ القرآن فلا بأس لا يكثر من كلام الآخرين والسواليف والمكالمة بالجوال والتصوير وغير ذلك كل هذا مما ينقص الأجر والثواب علينا أن نحرص على أداء شعائرنا مع استشعار الإخلاص لله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع عمرتهم وأعمالهم وأن يغفر ذنوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ترجمة نانسي قنقر